اشتركوا في القناة ما لأهل الإيمان بعض النقاط اللي ممكن نتناقشها عن موضوع العطاء شنو اللي ممكن أنطي أنطي أكل أنطي مساعدة في التعليم أنطي وقت للناس الناس محتاجة وقت واحد يقعد ويسمع لهم مساعدة في أشياء عملية ليش أنطي أنا أنطي بسبب أنه أنا أخذت اللي اللي عندي هو من الرب هو عطية من الرب إلي أنا وكيل على اللي رب وكلني عليه العطاء هو جزء من حياة المسيحية المسيح بذل نفسه وكل الأوقات من نقرأ من الكتاب المقدس أن الله أعطى والرب مقصر ويانا وكأولاد للرب نكون مشابهين بطبيعة الله في موضوع العطاء إل من أنطي أنطي للجميع لكن طبعا ماحتاج يكون عندي حكمة إل من أنطي وش أنطي ممكن واحد يريد فلوس أو يريد مساعدة والمساعدة بتكون للشي عمل شر أكيد محتاج يكون عندي حكمة بهذا الموضوع هل أنطي فقط لأحبائي؟ برومية 12 مكتوب إن جاء عدوك أعطيه العطاء بيكون حتى للعدو هذا تعليم الكتاب المقدس اللي موجود بين أيدينا كيف أنطي؟ الطريقة اللي أنطيها أنه الناس متشوف الموضوع هو أنه مو أبدي أصوت بالبوق وتكلم وأسوي دعايات لنفسي وقت العطاء والناس تعرفني وتمجدني آني المجد لازم يرجع للرب هاليوم أشجعك أنه تعطي قلبك للرب الله بيطلب قلوبنا بيطلب حياتنا بيطلب أغلى ما عدنا ننطي بين إيده وقت اللي يكون عندك قلبك بالمكان الصحيح الله رح يقودك بكل خطوة وبكل وقت من أيام حياتك خلينا نصلي أنه ربي يغير قلوبنا ونكون فعلا أشخاص عدنا روح العطاء يا رب يسوعب أشكرك من أجل أنك أنت فعلا أعطيت لنا يا رب أغلى ما عندك وهي نفسك يا رب ساعدنا كأولاد وبنات لإلك يا رب أنه ننطي يا رب يكون عندنا روح العطاء ونتعلم من عندك ونطبق يا رب التعليم يا رب ونمشي يا رب فعلا حسب خطواك أنت ندبعك بكل معنى الكلمة ننطينا يا رب ننطي للكنيسة نكون كنيسة معطية في هذا العالم تعطي الأمان تعطي الرجاء تعطي الرسالة اللي أنت أعطيتنا ياها باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين والرب يباركك ونشوفك بالتأمل القادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة